وخلال لقائه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك كما وصف رئيس مجلس النواب الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل مسمنا الزخم الإيجابي الذي تشهد العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعيدة من جانبه وجه بوغالي أشكرا إلى مصر على احتضانها للقمة البرلمانية العربية مؤكدا عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيدا بالطفرة التنبوية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة